طيب مشاهدين الروح لجولة السوشال ميديا اللي هذا اليوم وصراحة حصيلتها متنوعة رح أبدأها معاكم بأول تغريدة من حساب رئاسة شؤون الحرمين تقرير مرئي توافد المصلين والمعتمرين في أول صلاة بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية الحمد لرب العالمين اللي خلانا نشهد فعلا هذه اللحظات من جديد الناس اشتاقت للحرم المكي والمدني وللصلاة فيها بشكل طبيعي وبدون أي تباعد اشتاقوا لسماع صوت الإمام وهو ينادي استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر الله أكبر سووا صفوفكم وسدوا الفرج اتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الحمد لله على هذه النعمة من جديد والفضل لله سبحانه وتعالى اللي انقذنا من هذه الجائحة واللي غيرت الكثير من الموازين وكل الشكر بالتأكيد والتحية لكل الأبطال اللي ساهموا في التخفيف من آثار هذه الجائحة اليوم وبداية رجوعنا للحياة الطبيعية ومواثق 17 أكتوبر ولكن حابة أني أقول لكل اللي بيشوفونا التخفيف من الإجراءات وليس إزالتها يعني تقدروا أنكم تشيلوا الكمامات في الأماكن العامة بدون أسقف أو جدران ولكن في الأماكن المغلقة التزموا بكماماتكم وبالتباعد الروح أيضا